هل يمكن ان تستخدم فيه عمليات اغتيال لانه اولا غالية وبعدين ربما مين غالية الصين دو صنحها من ملاعب مانا اطفال يسوي باسواق عنيش فتح بعين بس هي مو دقيقة يعني مو دقيقة اخي انت قدامك مثل هذا الايباد قدامك شاشة وهي طيارات الكهة هاي اكونوا عمو البروانات واكونوا يصل الى الستراتيجات مثل بيرقدار عدنا سياج فور صينية ولو عاطلة نزين وغيرها وغيرها والامريكيات عدنا يعني على مستوى عالي يطير 72 ساعة فوق هدف واحد هذه اللوجستية تعبوية تنفذ ترمي فورا يعني بالهدف واكو هاي امو يعني مثل اطفال كأنهم البروانات اللي ضربت بيت السيد رئيس الوزراء هاي من النوع اللي تيجي من خفضها يعني هاي نقل نقل على تصنيع محلي او تجميع 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 لان احنا لحدها ما قادرين ان نصنع طائرات مسيارة بالعراق كبلت كامل اما تيجيكم فصخة يعني عذرا يعني متفرقة الاجزاء مالية وتتركب هنا اي ممكن زين وهذه من النوع اللي تحمل قنبرة واحدة قد تكون نصف وزن المسيارة لانه ما تقدر شيلها اكتر يعني هاي بروانات تصعد وتعتمد على طريقة الافلات مو طريقة يعني اطلاق صاروخ بصاعق اذا يمكن استخدامها مرات يعني نعم 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 جدا طريق يعني ممكن ان استمرار واستخدامها في عمليات نقدر نقول عليها مؤكد متى اي نعم نعم واستخدامها هنا عندنا لا تنظيم داعش ايضا كان يستخدمها بالمناسبة لكن احنا قضينا عليه بالموصل وهو يستخدم من هاي الطائرات المسيارة وغير اماكن مزين لكن الاسف هسه ما نعرف اللي دا يستخدمها مجهول الهوية فما نعرف منه دا يستخدمها بصراحة موسيقى موسيقى